لهم ديل صحابة لو دعوا دا قال لك لو بيسافروا ليس سفر أعلم مني بالغران دا أنا بمشيه عشان كده الصحابة ديل أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى لأن الوحي لمن كان بينزل هم موجودين عارفين شغل دا كله عارفين الآيات دي فهم شنو عارفين فلذلك الناس ضلت هذه الفرقة الضلت ضلت بسبب شنو بسبب الفهم الخاطئ لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد تفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك أن هذه الأمة تفترق لكم 73 فرقة 72 ديال كله في النار متوعدة بيهنم ولا يلزم من كون هذه الفرق متوعدة بالنار أن تكون كافرة الفرق دي كلها مسلمة 73 مسلمة كلها 72 ديال مسلمة لكن ضل ما كافرة لأنه قال لك وستفترق شنو أمتي يعني أمة الإجابة لأنه في البداية قلنا شنو ذكر أمة الدعوة فذلك كلهم مسلمين لكن ما لون ضالين كلهم ضالين فلذلك ضلوا كيف ضلوا بالفهم الخاطئ لكلام الله تبارك وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام فواجب على الإنسان المسلم أنه يتابع طريق السلف الصالح وهذا هو طريق الله سبحانه وتعالى طريق الفرغة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم من رواية جابر ابن سمرة وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك دي الفرغة الناجية ذاته خلاص النبي عليه الصلاة والسلام سماه غربة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء في رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس فالدعوة السلفية تصلح ما أفسده الناس تصلح ما فزد من العقائد الباطلة وتصلح ما فسد وما أدخل الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصلح هذه البدع وتقمعها وتغيرها إلى السنة كما فعل السلف الصالح فشوف واجبنا نحن كسلفيون تجاه هذه الفرق الضالة المخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام واجبنا أن نحذر منها الناس نحذر من الفرق الضالة ليش نوه؟ شما التابعة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نفصل ليك الفرق دي ضلت شأن الناس ما يتابعوا لأن أهل الضلالة الآن شغالين أهل الضلال ديل دايرين منك شنو دايرين منك تضل والله عشان كده الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه في دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كما في حديث حزيفة في صحيح الإمام مسلم ففي دعاة على أبواب جهنم شأن كده النبي عليه الصلاة والسلام في الفرق الضال الذي ذاته لما نقل لك السبل وضح لك السبل قاله على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه السبل دي كل في القواة بتاعنا شياطين إما أن يكون من شياطين الجن وإما أن يكون من شياطين الإنس شياطين إنسي كتار الله يتماجع بخبر ساكب ناس يفتعي يزول بيجي بيقول لك يا أخي بيقول لك مثلا هنا عندك في جامعة تخرج معنا ونحن دارين نغير النظام ده وكده وكلام زي ده ده شيطان عرفه شيطان الله يجيك واحد صوفي في التلفزيون يقول لك إنه الأولياء بالدجانة وبعلم الغيب وتتبرق بالصالحين وكده ده عرفه شيطان كبير الله يجيك كلهم شياطين لشأن كده الله سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا فديل كلهم شياطين يفتدعات الضلال رؤوس هؤلاء الرؤوس الضلال ده كلهم شياطين لشأن كده النبي عليه الصلاة سنقال لك على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فنحن واجبنا بيليك الفرق دي كلها واحدة واحدة لأن نشوف وده كلام الله سبحانه وتعالى الله في الغرآن قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبينجن سبيل المجرمين في ناس مجرمين دالين يضل الأمة دي والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفرق دي كلها حذر منا إجمالا كما في الحديث السابق الذكر وحذر من فرقة الخوارج لما نجاو لشأن ما يجيك واحد يقول لك يا أخي ما تتكلموا في الناس الرسول تتكلم في الفرق دي النبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار حديث في سنن ابن ماجة حلس حديث سنن ابن ماجة صح العلامة الألباني والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لما جاءه رجل يسمى ذو الخويصرة التميمي فقال له يا رسول الله اعدل أو يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فإنك لم تعدل شوف ده يتكلم مع الرسول أتهموا بعدم العدل والأياذ بالله فقال ويلك ومن يعدل إلا ما أعدل أنا قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من جنسه من نوع الزلد يخرج من ضئضئ هذا من تعقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم شوف دينا الخوارج قال لك ناس صلايين لحد تعقروا صلاتكم مع صلاتهم وقراءين شديد تعقروا قراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم لكن بعد كل جنو لما نفعتهم ليه لأنهم ضلوا يا أخ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عد قال شر قتل تحت أديم السماء خير قتل من قتلوه فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حذر تعذير شديد من الخوارج وحسن العلامة الألباني حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القدرية وقال ابن عمر لصحابي جليل القدرية إذا ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم وإذا مرضوا فلا تعودوهم كلام السلف كلام الرسول وكلام الصحابة الكرام فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر من الفرغ الضالدي تعذير شديد النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا قال له حذر وبيغلز كما الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير تجيهات في سبيل الله أستجيك واحد أخو موسيم وقال لك أنت ما بيتجاهده ونحن أسنع ما بنجاهد فيك أنت داته ولكنت ما جاهد خبر أخو مسلم بنجاهد فيه صوفي بنجاهد فيه يهودي نصراني كلهم شيع كلهم بنجاهد فيهم لكنه ده ما عارف حاجة هو تكلم عن الجهاد وحسن البنة قال لك ما بجهاد زاته حسن البنة قال لك ما بجهاد تجاهد منه إذا كان حسن البنة بقول لك أيها الإخوان المسلمون فإن دعوتكم هذه ليست موجهة ضد دين من الأديان ولا طايفة من الطايف تجاهد منه لا دين من الأديان ولا طايفة من الطايف قال حتى اليهود والنصارى أمرنا بمصافاتهم هذا التجاهد منه يا أخو مسلم ما عندك جهاد انت يختبت نصت تساكت انت بس كلها بس عدياك وراك ساكت ووووو وراح كون وخومك بجاي ومظاهرات وميدان التحرير تاني بجاي ميدان رابعة تاني بجاي تونس كلها شغل بتاع خوارج بس ده شغل شفتها ده شغل الخوارج الحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ده كلهم لكذا الرسول قال لك يخرج من ضيه هذا يعني يجيس من نوع الزول الأخوة المسلمين ده ما من نوعية الزول ده زأتوا والله ده السلف ده سلف منه سلف يهودا زل خويصرة سلف ناس داعش وناس عبد الحي وناس سيد قطب وجماعة ده كلهم سلف منه سلف زل خويصرة التميمي وسلف الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنهم خوارج ده خرجوا على عثمان لكذا ما بيرضوا بحكم زول أبدا يا أخي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم لخليفة راشد النبي عليه الصلاة والسلام بشروا بالجنة كم مرة بشروا قال من يشتري بررومة فله الجنة اشترى منه عثمان من يجهز جيس العثرة العثرة وله الجنة جهزوا عثمان يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بعد كل الخوارج قتلوه اجي سيد قطب امدح الخوارج رأيكم شنو اها شبكة واحدة ولا ما واحدة في كتاب العدالة الاجتماعية قال وآخيرا ثارت الثائرة على عثمان ولابد لمن ينظر إلى الأمور بعين البصيرة أن يدرك أن تلك الثورة كانت فورة من روحة الإسلام وطعا في خلافة عثمان قال إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين من قبله يعني من أبو بكر وعمر قال وإن خلافة عثمان كانت فجوة بينهما ده سيد قطب ده الآن شيخ بتاع الجماعة ديل بجاية ديل ناس المكتبة العلمية ديل فده الناس مجرمين جدا الله ناس مجرمين عديل فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج وحذر من القدرية وحذر من جميع الفرق الضالة وتبعه على ذلك الصحابة الكرام وده من الجهاد لكذا قبلنا ذكرت لك الآية ده من الجهاد السلف قالوا ده أفضل نوع من أنواع الجهاد لكذا يحيى ابن يحيى رحمه الله تعالى ده من السلف قال الذب عن السنة اليوم عندي خير من الضرب بالسيف في سبيل الله قال لأن الضرب بالسيف يحسنه كل أحد لكن ده ما بيحسنه أن يزول ده دائر شغل دائر اجتهاد والله ودائر إخلاص ودائر عدل وإنصاف خلاص فالسلف كانوا بحذروا من الفره الضالة ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم في بداية الصحيح فجوه نفرين سألوه قل له إن أناسا يتقفرون العلم يتقفرون العلم يعني بيطلبوا شنو؟ يطلبوا العلم ويهتبحروا في العلم قال يقولون بأن لا قدر والأمر أنف الأمر أنف يعني مستأنف يعني الله ما بيعلم بالشيء إلا بعد يحصل فابن عمر قال شنو؟ قال أبلغوهم بأني بريء منهم وأنهم براءوا مني والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تغبله الله منه حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره الصحابة يا أخ ابن مزعود رضي الله تعالى عنه جاء في مسجد الكوفة وجد ناس حلق حلق أي حلقة فيها شيخ ومعهم حصة يقول لهم سبحوا مئة وكبروا مئة وهللوا مئة فيفعلون لما جاء ابن مزعود أول حاجة وقف على إحدى الحلق وركل الحصة برجله أول حاجة دا شلوت أستيجيك واحد عامل فارغ يقول لك يا أخبال أختويا أخ كلامكم شديد بالحكمة والسديكة في دماء حكمة دابني مزعود أول حاجة أعمل أجنو قال لك شلت الحصة أول حاجة دا عبد الله ابن مزعود دا كان والي على القوفة في الوقت ذاك خلاص قال ما أسرح حلكتكم قال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلع وآنيته لم تكسر يعني الرسول ما تقريب ما تطول الآنية كان بيأكل فيها ما تكسرت وثيابه لسه ما تمزغت قعدة فقال إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة إما إنت أحسن من الرسول والصحابة أو دارت تفتعوا باب ضلالة بس ما في خيارين قالوا قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه كنيته قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير فقال كلمة جميلة قال وكم من مريد للخير لم يصبه في ناس كتار دائرين الخير لكن ما لوا ما أصابوا لأنه شوف النية الصالحة ما بتكفي الله لأن الناس كانت نية صالحة قالوا لنا نحن دائرين الخير شوف النية براها نتك لو كانت صافية ما بتكفي إلا يكون عملك دا على السنة إلا يكون على السنة لشان كده العبرة ليست بكثرة العمل وإنما هل هو على السنة دا دا العبرة كده خلاس فابن مزعود رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم ولعل أكثرهم منكم خلاس الراوي عمر بن سلم رحمه الله قال ورأيت عامة أولئك الناس دا الزات اللي تكلم عنه ابن مزعود ها قال رأيت عامة أولئك يناهزوننا يوم النهروان مع الخواري دا الزات من كانت بضعة صغيرة شوف تحولت كيف بيقوا مع الخواري لشان كده الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يقول تنبوا صغار المحدثات فإنها تعود فتصير كبيرة البدع الصغيرة تحولت لكبيرة بيقوا مع الخواري قاتلوا مع الخواري ضد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتلوا مع الخواري فواجب على الإنسان أنه يبتعد شنو عن هذه البدع فدينا الصحابة أشوف كيف كانوا بشنو بحرب البدع مثال آخر من أنثلة السلف الصالح في الرد على أهل البدع وفي قمع المبتدع الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى دواعي طبعا دارية فلسف قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى سألوا هنا عن شنو قال لي شنو كيف استوى السؤال كان عن شنو عن الكيفية صح أفهم الكلام دا كويس لأنه بيجي محمد المتصر اللي زيرك وغيره من الصوفية ضلوا في الباب دا بينكروا يستوى الله على العرش وبيستدلوا بشنو ما عندهم لا آية لا حديث خلاص بيستدلوا بكلام الإمام مالك وقال لك الإمام مالك قال السؤال عن استوى بدا كذب ما قال كذا الزوالزات ما سألوا عن الاستوى سألوا عن كيفية الاستوى قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى استوى كيف خلاص فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه جنو بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج طرد طواله ده الإمام مالك فشوف السؤال هو سألوا عن شنو قال السؤال عنه بدعة هو ما سألوا عن الاستوى خلي بالك سألوا عن الكيفية كيفية الاستوى السؤال عن كيفية الاستوى هو البدعة أما السؤال عن الاستواء فليس ببدعة لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى الرحمن شنو؟ على العرش استوى لكن محمد المنتظر ما بيفهم قرآن يا خراسه كله مليان بخراته من حياة ده يفهم كيف ما بيفهم قرآن وضراءه كله مليان حجبات هستتفهم القرآن كيف يجيب لك في غناتهم درمان ده شعبي مرضان هلاي دول نشر الضلال ساعدوا ساعدوا منه هاونتظر ده نشر ضلال كثير ساعدوا هسين خوجلي فتح لهم أبتاعته وغنات النيل الأزرق وغيرها من الغنوات فبيجيب بيبثوا هذا الباطل ويجيب علينا النجوم نكشف هؤلاء الناس فده الإمام مالك طوالي طردوا طردوا طوالي فالسلف كانوا شديدين على أهل البدع فدي كلها شوف الفرق دي كلها كلها بتاع الضلال كلها مبتدعة أي دول غاليتنا في الكلام ده بعدين من نفتح لك فرصة على ناقش كلها ضلال بتاع الضلال عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة 73 كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من الفرق المنتشرة الآن جماعة الإخوان المسلمين تعالي يجيك لا راجين خلاص الإخوان المسلمين ديال فرقة منحرفة ضال العلماء عفتوا بكده عشان ما يجيك واحد ينظر ساكت عندنا علماء الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الثنتين فرقة الضالة خلاس والكلام ده مو يساكت شما يقول لنا إيتو بتقلدوا ساكت لا الكلام ده مبني على علم ليه؟ لأن الناس ديال خالفوا أصول في الدين أكبر أصل عند المسلمين التوحيد الأخوان المسلمين خالفوا في التوحيد حسن البنة ده شيخ الإخوان المسلمين ده يتقالوا شنو؟ مع صوفي هذا الأسس الإخوان المسلمين حسن البنة كان صوفيا حصافيا كما ذكر أخوه عبد الرحمن البنة قال كان أخي حسن البنة صوفيا حصافيا يذهب إلى الموالد والحواليات ويقول هذا النبي هذا الحبيب مع الأحباب غد حضر قال فسامح الكل فيما غد مضى وجر وده كفري بالله تبارك وتعالى قال هذا الحبيب مع الأحباب غد حضر ده بدعة حضر النبوية وكلام زي ده خلا سمع في كلام زي ده ده شغل بتاع صوفية ساكت قال بعد ذا قاشنوا وسامح الكل فيما غد مضى وجر يعني غفر للكل في مضى والجر جرى لسه يعني شي في المستقبل فده كله كلام باطل لأنه الله سبحانه وتعالى قال ومن يغفر الذنوب إلا الله فده حسن البنة كان زول صوفي حصافي وكان عنده مشاكل في الصفات زول من المفوضة حسن البنة من المفوضة بفوض صفات الله تبارك وتعالى خلا سده حسن البنة حسن البنة عنده ضلالات كتيرة لكذا ابن باز لما نتكلم عن إخوان المسلمين وقال دي فرغة ضالة وكذلك الإمام ابن باز وكذلك الشيخ العسيمين برضو كلهم قالوا إنه الإخوان المسلمين دي من الفرغة قال البشرية الآن قد ارتدت عديل وعادت إلى جاهليتها قال وإن كان هناك قال أناس يرددون على المآذن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن الأزام بتاعهم دا كل برضو كفرهم دا سيد غطب فده زول مجرم وزول ضال سيد غطب بسبى الأنبياء سبى نبي الله موسى عليه السلام كما في كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن العظيم خلاص الصفحة ميتين قال ولنأخذ موسى فإنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج كلام باطل الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل موسى عليه السلام من أولو العزم الخمسة من الرسل فكان صابرا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أوذي في التعوى قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فتزول بيشتم الأنبياء وكذلك سبى نبي الله سليمان وسبى نبي الله إبراهيم وداود عليه الصلاة والسلام وسبى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبل يكفر أبو سفيان أبو سفيان ذا صحابي جليل سيد غطب كفر عديد الله في مجلة المسلمون قال وإن أبا سفيان لم يسلم إلا بعد أن كانت الغلبة للإسلام ولم يسلم إسلام القلب والوجدان إنما إسلام الشفه واللسان كلام باطل وكلام كفر بالله سبحانه وتعالى دا يكفر صحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أسلم عام الفتح وعد ثلاث سنة جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنة خلاص فده صحابي جليل والعلماء في تعريف الصحابي يقولون بأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح كما قال الإمام بن حجر شوف أن يظل لاقى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بيه ومات عليه على الإيمان دا دا طوالي دا صحابي شاما يجيك واحد ساقط يلف ويدوير فدا شوف دا سيد غطب دا كفر أبو سفيان وسب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وسب عمر بن العاص فدير الإخوان المسلمين شوفت سيد غطب دا من زعماء الإخوان المسلمين فكلام الإمام بن باز كلام حق لأنه عن خبرة ودراية بهذه الجماعة الضالة المنحرفة طيب دير الإخوان المسلمين عندهم ضلالات كثيرة خلاص وإن في السودان الإخوان المسلمين هنا الكيازان دا الكيازان سواء كان شعبي ولا وطني دا الأخوان المسلمين دا الأن بيحملوا الفكر بتاع حسن البنم وفكر سيد غطب وزي الترابي دا أكبر زول منظر دا ما خلي حاجة في الدين إلا هذا عذاب قبر قال ماف عيسى ما نازل المسيح الدجال ما بيخرج أداب قال ماف أداب إيه يا أخي الصلاة ذي برضو عنده فيها رايح قال يا خطة في الصلاة قال بيتسلم عليه منه السلام عليكم ونستعز من أربعة وما أظن إنه يستعيز بالله والله يستعيز من عذاب القبر وما أشاك فيه ذاته خلاص ما أظن لا عذاب قبر لا فتنة المسيحة الدجال لا فتنة المحية المماتة الله أعلم خلاص ما أظن يستعيز منه فبعد ما يكمل التشاهد والصلاة الإبراهيمية ها بيعمل شنو بيقوم سايعاني فهذا ده زول مجرم الله عذاب قبر ماف بعد ده قاعد شنو قال المرة زا تصلي بالرجال هس علي قال الله أباري لي زول زيدا زول ما شادي حيله زاته يخدت الصلاة دي تصلي بيك مرة يا أخ قال المرة تصلي بالرجال فما في حاجة في الدين إلا هدم هذا الترابي المجرم الضال خلاص ديال الشعبيين ها والكيزان فكلهم ديال شنو ديال من الأخوان المسلمين طيب فدي كلها فرق شنو فرق ضالة فرق منحرفة الأخوان المسلمين جوفت كزول مسلم ما ملزم إنك تتابع أي جماعة ما ملزم ما تتابع أي جماعة شوف الله سبحانه وتعالى وراك طريقه طريق واضح طريق مستغيم الآية قبل بدين أبيعه الله قال وأن هذا صراطي مستغيم جنو فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله السبل دي ابن عباس قال هي طرق أهل البدع والضلال الطرق بتعادها للبدع دي دي السبل ذاتها الله نهاك عنها فكيف واحد يجي إتعاني الله بس نضمليك مع جماعة يا أخي خليك ساي كده بس خليك زول المسلم تفهم الغرآن والسنة بفهم السلف الصالح فهم الصحابة هلأس شوف أي زول بفارقة طريق ده ده بضل شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال شنوه قال تركت فيكم وإن تمسكتم بهم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي فواجب على الإنسان المسهم أن يتابع صراط الله المستقيم طريق السلف الصالح طريق الفرغة الناجية وأن يبتعد عن كل الجماعات وكل الأحزاب وكل الطرق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى طيب نفتح فرصة للحوار والنغاش إحنا هنا تكلمنا عن الفرغ الضالة إخوان المسلمين صوفية كلهم تكلمنا عنهم شعبيين كيذان كل الفرغ دي دارتي يتناقش تعال عنصار سنة برضو لو دائري يجي ممكن